اهلا بكم الى موجز اخبار الان قتل ثلاثة مدنيين وجريح اخرون جراء قصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات نظام استهدف مدينتي تلبيسة والحولة في ريف حمص الشمالي وقالت مصادر ميدنية ان القصف على مدينة تلبيسة تبع دخول قافلة مساعدات اممية تضمن 33 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية الى ذلك استهدفت فصائل المعارضة معاقل قوات نظام في احياء حمص ردا على الاستهداف الصاروخي والمدفعي الذي بدأت فيه قوات نظام المتواجدة على اطراف المنطقة اعلن الجيش العراقي الاحد استعادة السيطرة على اول منطقة في محيط قضاء تلعفر شمال العراق ضمن عملياته ضد تنظيم داعش التي انطلقت فجرا وتمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على منطقة العبر الصغيرة على مشارف المدينة شمال غرب العراق وتقدمت غرب تلعفر باتجاه مناطق السعاد والزهراء والوحدة بدأ تنظيم داعش بحرق وثائقه المالية في قضاء تلعفر غرب الموصل واصدر ما يسمى بولي تلعفر امرا لأفراد التنظيم باحراق جميع الملفات والوثائق المتعلقة بالتعاملات المالية للتنظيم في القضاء وذلك لضمان عدم كشف هويات مصلحه المذكورين في تلك الوثائق واسراره المالية في حال خسرات العفر قتل 13 فردا من مصلحي الحوث والقوات الموالية للمخلوع صالح واصيب 22 اخرون في محافظة تعز جنوب صنعاء ودارت معارك عنيف بين الطرفين في منطقة الهامل بالتزامن مع قصف مدفعي على مشارف منطقة العريش شرق مديرية موزع اكدت كوريا الشمالية ان اسلحتها النووية لا تمثل خطرا على اي دولة ما عدى الولايات المتحدة التي تهدد بتوجيه ضربة عسكرية ضد بيونج يانج واتهمت كوريا الشمالية واشنطن بالمبالغة حيال تهديد بيونج يانج للعالم مؤكدة انها لن تبدأ او تهدد باي هجوم نووي ضد اي دولة في العالم الا في حالة مشاركتها في عملية عسكرية ضد كوريا الشمالية بقيادة الولايات المتحدة يسهل النادي ريال مدريد الجولة الاولى من الدور الاسباني لكرة القدم خارج ملعبه عندما يحل ضيفا على دي بورتيفو لا كورونيا في لقاء مهم ومصيري لكل الفريقين اما برشلونة تحت قيادة مدربه ارنسو بالفيردي فيستضيف على ملعبه ريال بيتيز في لقاء يسعى من خلاله نجوم الفريق الكتالوني لمصالحة الجماهير بعد الاخفاق في السوبر الاسباني نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة